مستمع طب أنت شايفة أنت أول حد مثلا فتع عينك على شعر العمية وعلى جمالياته يعني في العادة ممكن اللي بيحب شعر ما بيبدأش بقرية شعر العمية بالضبط بيسمع صلاح جاين هو اللي فتع عينك على شعر العمية آه صلاح جاين مين تاني أنت شايفة أنه هو يعني كان لما تيجي تتكلمي أنت بقى منظور الشعر عن شعر العمية شوفي أنه هو كان محطة مهمة ما فيه شعر ممكن يمشي في الطريق ده من غير ما يكون وقف فيها أكيدا عم نجم برضو حاجة مهمة كونو تكلم طول الوقت على الثورة هو كان رمز للثورة طول الوقت ثائر على المشاكل الحياة على الحكام على السياسة في كل إيه هو يعني الموقف السياسي ولا الشعر يعني أنت لما تيجي تقيمي بتبصي للموقف السياسي ولا بتبصي للشعر الجملة للتركيبة للقصيدة هو الاتنين واجهين لعملة وحدها هو بيتكلم بالسياسة بيتكلم بالشعر عن السياسة تفتكري دايما أن الشعر لازم يكون متسك مع مواقفه يعني الشعر الجيد لازم يكون سياسي جيد لا مش سياسي جيد أو يعني عنده مواقف سياسية ممكن يتم لا 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 ما لهاش علاقة بالسياسة خالص مش شرط يعني أنا يمكن الأثار الجدل ده إحنا لسه قبل أيام فيه شعر كبير ومتد به العمر لأكثر من قرن شعر لبناني الشهير سعيد عقل اللي ترك قصائد لا يستطيع أحد أنه يختلف على عزوبتها وروعتها وسب مواقف سياسية تركت الكثير من الجدل وخلت ناس كتيرة حتى أهاله التراب على شعره تمام أنت شايف مين يعني إيه اللي يقيم الشعر موقفه السياسي ولا موقفه الفني قصدته ممكن تتفصل عن الدور اللي يعبه في الحياة يعني إيه إزاي شايف الشعر مفروض يتقري أو يتقيم أنا أعتقد أن الشعر المنفصل عن شعره بيبقى صانع أكثر منه شعر الشعر بيبلور خبرة خاصة به حياته أو حتى حياة من حوله مجتمعه